تتعرض بعض أقدم المواقع الأثرية في الغراق للاندثار بسبب تغير المناخ حيث يؤدي ارتفاع تركيزات الملح فيها إلى تآكل الحجارة كما تسبب العواصف الرملية المتكررة تآكل الأثر القديم وتتزايد القوة التدميرية للملح مع ارتفاع التركيزات وسط نقص المياه وسنوات من سوء إدارة الموارد المائية والزراع لم تعد تداعيات التغيرات المناخية والأزمة البيئية المرتبطة بالجفاف والتي يعاني منها العراق منذ سنوات تقتصر على تراجع الزراعة وتفكك واندثار التجمعات السكانية في العديد من مناطق غربي وجنوبي البلاد بل بأتت تمتد إلى مواقع أثرية تاريخية شهيرة مهددة بالدمار والاختفاء على الضفة اليمنى لنهر دجلاء المار بمدينة الموصل في محافظة نينوى ما زالت آخر إجزاء سور الموصل المشيد قبل ما يزيد على ألف سنة والمعروفة بقلعة بشطابيا صامدة حتى بعد العمليات العسكرية التي تسببت بهدم جزء من هيكله وزحفه نحو الشاطئ ولكن ما عجزت عنه الحرب يبدو أن التغيرات المناخية ستحدثه مختصون في مجالي الأثار والبيئة يؤكدون أن تأثيرات موجات الحر والجفاف والعواصف الرملية المتزايدة أصبحت تلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها ببعض المواقع الأثرية في شمال غربي ووسط وجنوبي العراق محذرين من أن المدن الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين قد لا تظل صامدة وأن الرمال تزحف لتخفيها وربما يتم ذلك خلال سنوات قليلة ويلفت المختصون إلى أن الرمال المتحركة بدأت تزحف على بعض المواقع الأثرية وتغطي أزاء كبير منها في ظاهرة مستمرة منذ سنوات وبحسب المختصين فأن الرمال المتحركة ومع زحفها بكميات كبيرة ربما ستغطي خلال السنوات العشر المقبلة نحو 90% منها